يزال المشتبه فيه مازن لمع الذي نفذ الاعتداء على قناة الجديد متوارياً عن الأنظار والوعود بتسليمه علقت بعد تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جومبلاط وعند ما تأتي الظروف المناسبة نشوف كيف الطريقة لتسليم الشيخ إلى التحقيق تصريح جومبلاط لم يمنع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس من تصطير استنابات قدائية إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق وإفادته بأي معلومات متوافرة بموضوع الاعتداء على القناة وتأتي الاستنابات بمثابة كتاب وجهه المدعي العام العسكري إلى الضابط العدلي التابع له بهدف جلب المشتبه فيه التي قد تنسحب إلى أكثر من شخص واحد إذ تظهر المعطيات الجديدة تورط شخص آخر كان بجانب اللمع في السيارة لحظة الاعتداء لكن لم يصل جيرمانوس بعد إلى حدود إصدار مذكرة توقيف بحقهم وليس مستغربا أن يحاول الملف إلى المحكمة العسكرية لإمكان ارتباطه بعمل إرهابي وإن أخذ الملف على محمل الجد لدرجة ربطه قانونا بحادث إرهابي لماذا لم يقبض على المعتدي علما أنه معروف مكان الاختباء والجهة التي تخفيه وتحميه وماذا ينتظرون تحديدا وسط معلومات عن إمكان تهريبه إلى خارج الحدود